بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم سنواصل شرح مقرر كيمياء وضوية واحد وسنتابع في الجزء السابع شرح كيفية تسمية الهيدروكربونات التي تحمل المجموعات الوظيفية كما هو موجود في الجدول التالي إذن إثرى المجموعة الوظيفية المتمثلة في الآل دايد نجد إذن المجموعة الوظيفية المتمثلة في الكيتون ويشار إليها في المركب بهذا الشكل السي ربط ثنائي مع أكسيجين ومن جانبي المجموعة الوظيفية توجد هيدروكربونات R و R إذن السيغة بالتالي تكون R, C, O, R بالنسبة للكيتون ويشار إلى هذه المجموعة الوظيفية داخل الإسم بمقطع O, N, E فمثلا لو أخذنا مثال هنا سيئة شلاثة إذن كما تلاحظون الكيتون توجد إذن داخل السلسلة سيئة شلاثة إذن هذا المركب يسمى إذن كما تلاحظون ثلاثة كربونات إذن propane ثم نضيف إذن O, N, E propanone إذن propanone نمر إذن إلى المجموعة الوظيفية التي تأتي إثر الكيتون في الأولوية وهي الكحول ويشار إلى الكحول بالمجموعة الوظيفية المتمثلة في ال-OH والصيغة هي O, H ويشار إلى الكحول داخل المركب العضوي بمقطع O, L لو أخذنا مثال هنا C, H3 مثلا C, H2 مثلا C, H2 مثلا و O, H O, H كالعادة إذن هذه السلسلة تتكون إذن من ثلاثة كربونات كما تلاحظون إذن الترقيم هنا بداية من الكاربون الذي يحمل إذن من طرف السلسلة الأقرب إلى المجموعة الوظيفية الطرف السلسلة الأقرب إلى المجموعة الوظيفية هو إذن 1 2 3 إذن هذا المركب يطلق عليه إذن propane propane وكما تلاحظون فال-OH توجد في الكاربون رقم 1 إذن يشار إلى موقع هذه المجموعة الوظيفية ب-1 L propane 1 L فهنا لماذا أشارت إلى موقع 1 لأن هناك إمكانيتين يمكن أن يكون في كاربون رقم 1 أو كاربون رقم 2 فبالتالي إذن للتفرقة بين الشكلين أو الاحتمالين إذن يجب كتابة موقع المجموعة الوظيفية المتمثلة في الكحول ثم إثر الكحول نجد الأمين هناك إذن ثلاثة أنواع من الأمين هناك الأمين الأولي والثانوي والثالثي يعني هنا مثلاً حسب إذن عدد الهيدروكاربون الطرفية أو الهيدروكاربون المرتبطة بالنيتروجين فمثلاً أر أين أشتو هو الأولي أو البريماري أر وأن أر أيتش هذا الثانوي ويوجد كذلك الثالثي يعني أر 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 ثلاثة هيدروكاربونات إذن هنا سنعتمد أو سنركز هنا على الأمين الأولي وإذن سيغة هذا المركب هو أر أين أشتو ويطلق أو المقطع الدال على هذه المجموعة الوظيفية هو بكل بساطة الأمين مثال هنا لو أخذنا هذا الشكل CH3 CH2 CH2 NH2 إذن يطلق على هذا المركب إذن هنا يعني المجموعة هذه المجموعة إذن ببروبايل انظروا بروبايل إذن بروبايل وكأنها مجموعة إذن متفرعة بروبايل ثم يضاف في أخذ اسم أمين بروبايل أمين ثم فيما بعد إذن نجد المجموعة الوظيفية المتمثلة في الإثر الإثر إذن هذه المجموعة الوظيفية تتمثل في مجموعة أكسيجين توجد بين R و R بين مجموعتين إذن هيدرو كاربون فالسيغة إذن R و R وبالنسبة لهذا المجموعة الوظيفية إذن المقطع الدال على هذه المجموعة هو الإثر بكل بساطة إذن ونأخذ مثال هنا CH3 CH2 CH2 مثلا أو CH2 مثلا CH3 إذن اسم هذا المركب هو إذن نضع هذه المجموعة في بداية الإسم هذه المجموعة إذن هناك الإثيل أو الإثايل والبروبايل إذن الإثايل يعني تكتب ببداية إذن إثايل قبل البروبايل نتيجة للترتيب الأبجدي للحروف إذن إثايل ثم بعدين بروبايل برو بايل إذن E و P بروبايل ثم في نهاية الإسم نكتب إذن إثر بكل بساطة إذن إذن نمر الآن إلى المجموعة الوظيفية التي تأتي بعد إذن بعد الإثر هي الهالوجينات إذن الهالوالكا ويطلق على أو تصنف هذه المراكبات بالهالوالكاين إذن الهالوجينات هنا يتمثل في فلور بروم يود وكلور ويطلق عليها أو الصيغة هي Rx بكل بساطة ويطلق على هذا المجموعة إذن بهاليد أو يكتب في نهاية الإسم بمقطع هالو إذن في بداية الإسم بمقطع هالو إذن يشار إلى هذه المجموعة الوظيفية بمقطع هالو في بداية الإسم نأخذ مثال هنا مثلا مركب CH3 CH2 CH2 مثلا BR كما توضح بر يزعل كاربو رقم 1 إذن 2 3 إذن ترقيم من الطرف الأقرب إلى المجموعة الوظيفية ويطلق إذن على هذه المجموعة إذن كما قلنا هالو يعني برومو إذن 1 برومو 1 1 برومو بروباين بروباين 1 برومو بروباين ثم فيما بعد يعني بعد الهالو جينات يعني المجموعة الوظيفية التي تأتي فيما بعد بالنسبة للأولوية هنا نجد الألكين يعني الرابطة الثنائية ثم نجد إذن الألكين نتمثل في الرابطة الثلاثية بطبيعة الحال بالنسبة لتسمية هذه المراكبات يعني سبق إذن وشرحنا ذلك في الفيديو السابق ترجمة نانسي قنقر